قريبا من المناطق السكنية تنفث هذه المداخن غيومها السامة بشكل يومي منذ عدة سنوات بلا مراعاة من الرقابة لحساسية قربها من المدن وما تخلفه من كوارثة بحق البشر والنبات والحيوان مواد كيميائية تحترق فتبعث هذه الأدخنة بشكل عشوائي من المداخن المتراهلة لشركة الفرات العامة للصناعات الكيميائية أما الضحايا فهم أهالي ناحية سدة الهندية في قضاء المسيب في محافظة بابل هناك مشكلة متجدرة ومضت عليها فترة طويلة هي انبعاث الغازات من شركة الفرات العامة الصناعات الكيميائية في قضاء المسيب ولم يتم معالجتها بشكل جذري فساد الوزارات المتعاقبة في العراق الجديد حال دون الاهتمام في معالجة الخلل الحاصلي في مداكن شركة الفرات ما أدى إلى تسرب الغازات السامة إلى الهواء فكان نتاج استنشاقها حالات اختناق بين الأهالي وأمراض رئوية إضافة إلى وقوع حالات سرطانية في المناطق القريبة من الشركة هذا الغاز مسبب حقيقة مسبب الكوارد الطبيعي ومن نسب لدينا الأمراض السرطانية في باب الأعلى من كل مدن العراق وخاصة السبب الرئيسي لهذه المعامل يعني النفايات التي تخرج من هذه المعامل حتى النباتات لم تسلم من الإهمال حيث تسببت سمو هذه الأدخنة في إطلاف المحاصيل الزراعية وموت الأشجار ما عاد بالضرر على القطاع الحيواني فضلا عن الإنسان باعتباره المتضرر الأولى من نتائج التلوث البيئي واقع لم يعد بطاقة الأهالي تحمله فعلت صرخاتهم مطالبين المسؤولين بإيجاد حلول لهذه الكارثة البيئية من خلال إصلاح مصاف المداخن وزيادة ارتفاعها إلا أن هذه المطالب ذهبت أدراج الرياح كما هذه الأدخنة المتصاعدة ترجمة نانسي قنقر